طيب هاخد من كلامك والكوادر على المستوى المدربين الكوادر على مستوى المدربين العرب ونتكلم على المصريين الكوادر على مستوى التدريب المصري اروح به للاتحاد المصري والمدير الفني للاتحاد المصري يعني طبعا استقال اعتقد الكابتن خلاص محمود سعد عايزين انعرف الناس الدور الحقيقي للمدير الفني للاتحادات بيبقى شغال ازاي على مستوى المدربين خلينا نتكلم فيه دور المسابقات ودور المنتخبات لكن خلينا ناخد ملف المدربين إزاي نأهل مدربين وعندنا مدربين ظهروا حتى في الدور المصري بشكل أكثر من رائع عايزين نشوف مدربين زي الدور الألماني اللي عنده 33 سنة عايزين نشوف مدربين كمان صغيرين بالمناسبة ناجل سمان هو فعلا المرشح لتوتنم يعني توتنم دلوقتي عندهم مشكلة مع مورينيو النتائج بتتراجع وهو مورينيو عامل شرط جزائي فضيع تقريبا 25 مليون سريليني فهم هم مش قدروا يمشوا فيحاول يشوفوا لها حل لكن هم النهاردة شوفت صحافة الإنجليزية بتتكلم مع لايبسيج هو الاختيار رقم واحد بالنسبة لتوتنم الفترة اللي جاية لو مورينيو هيمشي فأعتقدم ما هي حاوله يعني مدربين مصريين بمستوى عالي عندهم 33 سنة تتكلم فيه لعبة دلوقتي بتلعب لسه في الملعب أكبر من 33 سنة الملف ده إزاي بروفيشنال نديره بشكل بروفيشنال عشان يبقى عندنا كوادر مدربين تقدر حتى في الدورة المصري تثبت وجودة أكتر وتبدأ كمان تخرج في أوروبا ونشوف مدرب مصري في أوروبا ده فهيبقى شيء عظيم يعني أنا أعتقد يا كابتن هيني أنه النهاردة طبعا شفت البيان اللي صدر عن الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص إنهاء عمل الكابتن محمود سعد وتوجيه الشكر له على الفترة اللي قضاها في منصب المدير الفني للاتحاد الكرة لكن منصب المدير الفني للاتحاد الكرة هو له أكتر من جزئية أو وظيفة بيشتغل عليهم بشكل أساسي منها الجزء الخاص بالمدربين وهو الدورات التدريبية والرخصة والتطوير وحتى عقد اجتماعات دورية مع المدربين مع المدير الدوري وحتى المدربين اللي لسه مرشحين إنه هم يشتغلوا علشان فكرة التطوير التطوير ده بيتم إزاي؟ بيتم من وجود أصلا خطة لاتحاد الكرة خطة طويلة المدى تخص المدربين واسلوب لعب الكرة المصري نفسه فهو الموضوع هنا ماشي اجتهاد شخصي كل مدرب أو كل فريق عنده فلسفة معينة بنشوف ودي دجلة عنده فلسفة معينة بيجيب لها مدربين ومصامم عليها بنشوف نادي الأهلي عنده فلسفة الامتصار الدائم وبيحاول أنه دايماً يوظف لعبته مع المدرب اللي موجود أحسن توظيف إنه يقدر يستفيد منهم ويحقق امتصاراته عندنا الباقي الموضوع فيه شبه عشوائي عشوائية فنية ده اللي قصوده مش عشوائية في الاختيارات أو حاجة كل مدرب بيجيب عنده أفكار وعاوز يطبقها لكن المفروض إنه حتى ده يتم في إطار كبير شوية لمصلحة المنتخبات الوطنية كمان ولمصلحة الكرة المصرية وإنه يعني كان فيه معضلة فكرة إنه مثلاً لو جبت نتخيل كده إنه أنا جبت جوارديولا يدرب منتخب مصر بكر وعاوز يطبق أسلوب اللعب بتاعه في منتخب مصر هيبقى مستحيل مستحيل يا كابتن هيني لأنه علشان جوارديولا يمسك منتخب حتى لو منتخب أسبانيا لازم يكون عنده على الأقل نص فرق الدوري بتلعب بمصر بتاعه ده وبالتالي أنت المفروض كاتحاد كورة مدير الفني بتاعك آياً كان مدير الفني القادم هيكون مين إنه يكون عنده خطة والخطة دي تكون في مصلحة الكرة المصرية ومتمشية مع وضع الكرة المصرية ما ينفعش إن أنا ممكن أقول أنا هجيب خبير أجنبي ويبقى هو التكنيكا الديركتور بتاع اتحاد الكورة لكن هل هو هيبقى دارس وضع الكورة في مصر شكله إيه؟ فنياً مستوى الفرق مستوى اللاعبين خلاصات البدنية الحاجات دي كلها هي محتاجة حد يكون هيعمل الخطة دي علشان يقدر ساعة هيطور مستوى أولاً المدربين ثانياً مستوى الكورة المصرية كلها صحيح والمنتخبات الوطنين فالموضوع مش سهل موضوع مش سهل لكن ملف ملف كبير وإن شاء الله خلال الحلقات اللي جاي عايزين نفتح الملف ده لأن زي بنتكلم على كوادر اللاعبة بنتكلم كمان على جزء مهم جداً كوادر المدربين وخاصة مدربي كمان المنتخبات وعشان تجيب مدرب منتخب يتماشى مع الكورة المصرية ويبقى هو كمان مدربين المنتخبات على مستوى الناشئين والمنتخب الإولمبي هي القاعدة الأساسية لمنتخب الأول منظومة متكاملة بتسلم بعضها سيركل كبير جداً جداً إن شاء الله من خلال الحلقات اللي جاية طبعاً يشاركنا نكون موجود معنا في عمر عبي بيك